ضباط في الهندسة العسكرية أكدوا رفع العشرات من العبوات والألغام والجثث المتفسخة من تحت الأنقاض في الموسط القديمة خلال العملية التي انطلقت أخيراً لتطهير المنطقة وأشار الضباط لأن العملية مقسمة إلى مرحلتين الأولى رفع الجثث والمخلفات الظاهرة والثانية رفعها من تحت الأنقاض والركام والدور المهدمة بعد الاستطلاع والتحديد الدقيق لأكداس العتاد والجثث تم فعلاً الوصول إلى مقارات الدواعش المكانات التي تحصنون بها أحد هذا المكان هو هذا المكان الذي نحن واقفون عليها كما ترون بقايا من البارودة التي كانوا يستخدمونها وجثثهم واشلاهم الذي كما ترون رياحتهم العفنة انتشال جثث للدواعش لحد الآن عددهم أكثر من 20 جثة طبعاً هذه الجثة متفسخة بس موجود عليها الأحزم الناسفة وسيلة إشعال الحزام الناسفة لرمانيا ذوية أو الكابسولة خلال هذه اليومين الماضية تم العثور على أكثر من عبوة ناسفة وأكثر من 50 حزام ناسفة وعدد كبير من الجثث المتفسخة العائدة للدواعش الذين يرتدون هذه الأحزم الناسفة المرحلة الأولى يتم التطهير فوق السطح لغرض حتى دخول المعدات والآليات الهندسية لغرض رفع الأنقاض هذه كمرحلة الأولى المرحلة الثانية يبدأ العمل برفع الأنقاض لأن أكثر الدواعش كانت دفننا الأعتداء والأسلحة تحت المتساقطات الموجودة تحت البيوت المتهالكة تحت المتساقطات المتساقطة القيامة